دموع حديد عمل يمزج بين الهندسة المعمرية والرقص لفرقة الرقص المصرحي الحديث قدم على مصرح دار الأبرا المصرية على مدار يومين فكرة العرض مستوحاة من بنات أفكار المعمرية العراقية الراحلة زهى حديد بحثا عن الكون من خلال الكتلة والفراغ في التصميمات المعمرية العرض من تصميم وإخراج وليد عوني الذي فكر في هذا العمل تكريما للمعمرية الراحلة دائما كان ينشغل ببالي هو الهندسة يعني زهى حديد من زمان يعني حتى قبل ما تتوفى وأنا حابب أنه يكون في شيء حوالي هالعبقرية النسائية يلي لافتت لنظر ويلي هي كمان كانت أول امرأة عربية هزت كيان والمعنى الهندسي العالمي يعتمد العرض على تحريك الرقصين قطع حديد تعكس أفكار زهى في التكوينات الهندسية التي تخرج عن المألوف زوايا مستقيمة وأشكال معلقة في الفضاء تحاكي رقصة الدراويش تصميم أستاذ وليد عمله بالحديد حاجة رائعة ونقعد نغير في التكوينات بتاعته وكل مرة بيتغير تكوين بدي شكل مختلف عاملين حاجة كده بالحديد يعني بيحاول نحن نعبر من خلال الحديد مش هي كتير جداً يعني الحديد هو اللي بيعبر فيها عن المعنى فرقة الرقص المسرحي الحديث هي الأولى من نوعها في الوطن العربي تأسست عام 1993 برئاسة وليد عوني قدمت على مدار تاريخها 39 عرضاً مسرحياً يتبع المدرسة الحديثة في الرقص مدرسة تعتمد على الابتكار في التصميم والحركات بعيداً عن أشكال الرقص الكلاسيكية شاركت في العديد من المهرجانات الدولية سمر بشات العربية القاهرة